سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت نشيدنا راغبة فأبرقت وأرعدت نشيدنا راغبة فأبرقت وأرعدت والأرض تحت الأرجل قلت كغل المرجل فثار بركل الثرى يحصدهم لكل من يسمع لي أو لغير ولكل من يقرأ لنا أو لغير لا تعود نفسك أن يرئ قلبك إلى شيء أعظم من المرأة كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعجب آية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الضاطر من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حفيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك به مغفرة وذو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء أعظم من رضوان الله ورضوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين جل جلال ومن أعظم ما أذنى الله به على أولياءه والصالحين من خلقه أنهم تتصبون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا طيئت عليهم آيات الله واجهوا قلب واقشع رال الجلد وظروف العلم قال الله موسى وحارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها في صورة مريم فذكاهم بصفات متفرقة ثم جاجم قالوا لايك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آذف ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا صجدا وبكي والأشياء للتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان يحيى قلبه أن يقوم بين يدي الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي لآيات أثنى الله فيها على ذاته العلي ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأذيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه أمور القواعد احببها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقب بين يديه اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله فيها على ذاته العلي ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتذرف عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبه لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العلية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكن هم جعلنا الشمس عليه دليلا هم قضبناه إلينا قضبا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة فراعا وعند قبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبه وهو أجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل البيئة مشرا بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كبيرا ولقد صففنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ويقول جل وعلا خواتيم الحشر والله الذي لا إله إلاه أهل المغيب والشهادة والرحمة والرحيم والله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السماء المؤمن المخيم عزيز الجبار المتكب سبحان الله ما يشركون هو الله خالق البارق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسمرات وما بالأرض وهو العزيز الحاكم أين شعر الشعراء أين كلام البلغاء أين أسفل الصحة هذا كلام رب العزة في رب العزة جل وجل هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معه هذا الذي يسوق ردوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المنازل اللهم أنت الله لا إله هذا المغيب والشهادة مصير كل أحد إليك ورزب كل أحد إليك أسألك اللهم بأسمائك حسنى صفاتك الأولى تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن ترزقنا لإخلاص فيما نقول ونسمع وصلي لهم على محمد وعلى آل اشتركوا في القناة